سيدات والسادة لا ينبغي أن تتحمل دول الجوار وحدها وطأت تلك الأزمة فاستنفاذ موارد تلك الدول ومفاقمة الأعباء والضغوط التي يتعرض لها قطاع الخدمات العامة بها من شأنه أن يزيد من هشاشة المجتمعات المضيفة بها ويخلق تنافسا على الموارد وفرص كسب العيش على نحو قد يهدد التعايش السلمي ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية ولذا يظل التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقع على كاهل تلك الدول وللتعامل مع أزمة النازحين بشكل فعال ومستدام لا سيما في ظل غياب أفاق واضحة للحل كما نتطلع لتلقي مزيدا من الدعم من مختلف الوكالات الأممية العاملة في نطاق الإنساني لمعاونتنا الاطلاع بهذه المسؤولية ونناشد على الضرورة تضافر الجهود الدولية باعتباره أمرا ملحا من أجل سد الفجوات التمويلية القائمة ووفاء الدول بتعهداتها المالية فعن الرغم من الإعلان خلال المؤتمر الوزاري الدولي الذي عقد في يونيو الماضي عن تعهدات بلغت واحد ونصف مليار دولار لم يتم الوفاء سوى بنسبة ضئيلة منها ولم تتلقى الوكالات الأممية سوى 34 مليون دولار من أصل 126 مليون دولار تم تخصيصهم لمصر وذلك في الوقت الذي تقدر فيه تكلفة استضافة ربع مليون سوداني بحوالي 450 مليون دولار سنويا غتاما أشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وحجد الدعم اللازم للتعامل مع الأزمة السودانية بمختلف أبعادها كما أجدد الاتزام مصر بمواصلة دعمها الثابت للسودان ومساعيها الحفيفة للتهدئة واستعادة الأمن والاستقرار وستواصل مصر جهودها لتعزيز التعاون بين دول الجوار والحكومة السودانية ووكالات الأمم المتحدة لتوفير المزاعدات الإنسانية وتسهيل عبورها وتوزيعها وتعزيز سمود واستقرار المجتمعات المتضررة سعيا إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق والمجتمعات المضيفة في دول الجوار وشكرا